سيهيشام نحن نتكلمه على فن العيش وعلى الديزاين وهذا الفن ديال تصميم لقى المكانة اللي تستحقها في المغرب وشني المجالات اللي لقات اقبال كبير خصوصا أنا تتعجبني نتكلمه على المنتوجات الحرافية ديالنا ديال المغرب معلوم وراء المعلوم عنده عنده اهمية كتر وكتر زعما ما زالت كأن الممصميمات والمصميمين زعما اللي تباك الله عندهم ميقولو وانا شبنس كسنا لابدن ندير واحد استراتيجية سميتو ناسيونال على حسب الديزاين وعلىش ما نديرو الشيناتا متحف على الهسطور ديال الديزاين الديزاين تقيس كل شي سيهدك البيل اللي كنا تستعملو ميك الناس غار ولا واحد لشامبوان ولا علامات ولا صناعة تقليدية غال الأشياء اللي تستعملو من الطفولة لدبا اللي كيفون بارتي دلا كولتور بوبيلر ولا لكولتور هستوريك ولا لكولتور تراديسونال شبنس كشينا لابدن نديرو شيمتحف باش نبينو شنو تيدرو المصممات والمصمم من المغاربة نشوف الأعمال ديالك اللي غانرجعولي لعنها أعمال ديالك تبارك الله وصلت العالمية إذن كين الآن المغاربة الاهتمام بالإنتاج المغربي في الديزاين بحلاته الجديدة؟ كين هامية وما زال خسو يتطور باش الناس اللي تي صوب دارو ولا برطم تسعول اشي عجا ولا تشغالي شوية تسميم؟ ما شي غالية دا ما نسي فكروا ما عيطول شي مسميم غالية دا واتفكير وعبتاني كنخس نحن نكا بسفا عما كامغاربة نكونوا فخورين بالفنانة ديالنا ونعطاهم لابوسيبيلتي باش يخدمو حتي يمشو لاب ما عيطو بزاف الأجانب علاكو احنا معروفين على الصعيد العالمي وتنطلو بلدنا un peu بارتو دونك كان مازال مازالة تشيخ سوية شجاء والعمل اللي فات في شهر ديال الموات دافغيل أول مرة المغرب سميتو دار عرض في سالون ديال موبيلة في ميلان وانا ساعد دار سانة باش نديرو هاد المشروع انسان مع واحد الكوميته ورينة سبعتاش سبعتاش ديال الشركات ديالي ديالي ديال المغربة تير رأيسة جات للسطن ديال لسالون وتفاجئوه حنا معناش انا غير كونت لفولك لور لفولك لور سيناد في اخته لكن تي كانوا حليستيريوتيپ وادك هاد المشاركة ديال المغرب جعلت تبين بالنارات احنا انما نقوله وتباك الله كين صناع تقليديين وكين لي ديزاينا حالكم ايوال تنفعونا عليك